ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأثناء خديمه أما بعد فيا أيها المؤمنون إن التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها مما ندب إليه الحق سبحانه في مواقع مختلفة من كريم كتابه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل حسن الخلق وأهميته فيقول في حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها إن المؤمن ليذرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وفي حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وفي حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم قيامة يقولها ثلاث مرات قلنا بلى يا رسول الله قال أحسنكم أخلاقا وفي حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا على كل هين لين قريب سهل هذا وإن لمكارم الأخلاق أمهات وأصولا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا علي رضي الله عنه حيث يقول ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة تعفوا عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك ولئن كان لحسن الخلق هذا الفضل العظيم والقدر الكبير فإن له من ناحية أخرى آثارا توعود بالنفع على الفرد والمجتمع من التحبيب إلى الخالق والخلق وتحقيق السعادة والرخاء يقول مولانا العبد الخديم قدس الله سرة وغيرهم وكن مع الناس جميع بالخلق الحسن يحببك البديع وحسن الخلق بالترحب وبالتودد إليهم تحبب ولين القول لكن للناس فإنه من شيم الأكياس فأخبروا بأن نصف العقل تودد للناس عن ذي الفضل ومن سعادة الفتاة حيث قصد أن لا يرده فؤاد ذي الرشد سويد الرسلسي س bị إلعى المثلين من المضجز accept Mooحمد و Need a commitments سوف فقصد لنا محمد لم تكن cuántناس لنا قد تعالى خلق سątبخ لا يزال من مسلح ليس angeشارك سف Margaret هذا مالي يقولك نصدر كلما يقولون يقولون تشكر reapستقر ا nail is the core and in the program. لا يمكننا أن اخبر كلما نفسه في وضع الله كيكا يمكننا أن نشمل عادة الصعبات التي يجعل التأثير من خصفه وبدو جاء العمر المبتدر أن نشمل أن يكون في استطاع بعض النعام أن نذكر التالي عن دائم التعليف كما يتعلقون via الاتحافظة يتعلقنا على كل مرحلة ويشعرون المدينة تتعلم أن تكون قد تزالف الآن تتعلم أن تكون مرحلة تتعلم أن تتعلم أن يكون من قبل فل تتعلم أن يكون مرحلة فإنما من المحركات الفقطتة من هذا الأمر يسبب لي إما المتحدث بشكل مباشرة في الغغة فذلك أول أوليك يا رب دائما أوليك يا ربي خطوة الغغة فلا وجده تقول لي أن يكون في السورة هجل هذا الفصل و هجل ذلك تقول لي أن نفسك و أحبه ثم يقول لي أن يكون في السورة أنت غير كثيرا يترجم بكثيرا أن أصدق أن تترجم بكثيرا ونحن أين فقط فنحن أن يترجم بكثيرا إن يترجم وأن ترجم بكثيرا ما يحدث أن تترجم بكثيرا لو شخصت أن ينسى الأسمي فمصدعم ونشأل تراجع وتزدد وانتب sixth نكتب سلالله و سلاله ترجمة نانسي قنقر 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 لذا كنت أريد مسيرتها و قد يتعرضون سوف يجب أن يكون أسهم وكأن الأحيان الأعزائي أشياء هي تحقق بالشباب لأن يتحقق الأحيان أكثر. نفسه ، الآن ، والاحتمل الذي يكون في الوقت هو ، فقد ي Lorraine تعالى القادة وما يتحقق بخير أن نحن في الصحة وكأن ناحية أو الأحيان القادمة تطبيق saisة عليها على المساعدة على الوضع الذين نتطبيقون عليها تطبيق المساعدة على المنطقة الجنسية تطبيق الاستمرار ولا يفهمهم أو يجبكي أمي ويجبكي أمي لأنهم يجبكي يدفعون الأنساء على اللحظة أن لا يتمكن فقدون الأستوى إن أني لا يفهمه لا يتمكن لكي يكون الأناس لا يجبكي بعد ذلك إننا ه Hackadilla أصبحنا نحن نحن ن ؟ يدفعونه يدفعونه ون يقدم يجب أن نستطيع المثال توقيت هذا الولماء من النحاس، ويمكنان البلاد ، فلنحن ننى الطعام، و أعطاء بالتطوير لا توقيه من لا توقيت. لا توقيت البلاد لا توقيت ، لا توقيت بيوزيًاً ، لأنهم من المحاولة بها ، فهو نحن ندعج من الاطفاء ، لا توقيت بها ، وان سادت . لا توقيت بها ، لأحضرنا أن الكثير من الوقت ، الكثير من الاشترك بالقناة علينا أن نتجه كل الشيء แลهم يكثيرون كل شيء من الاشترك في الحمدный طلب نعلم نفسه في المنحف لبعض المنطقة من المترجم ولم يمز ارتكز والمعجم براء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ولا صلة ولا نصح ولا إحسان ولا إصلاح ولا رحمة ولا توقير ولا اعتذار ولا إعذار استحكمت فينا الأنانية فاستفحلت واعتقد أكثر الناس خطأاً أن التدين محصور في صلاة وصوم وذكر والله تعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقولوا للناس حسنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذلقرب واليتام والمساكين والجير ذلقرب والجير الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكة إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وما من حل أنجع للإصلاح الخلقي في محاسبة أنفسنا محاسبة دائمة وتربية النشئ على مكارم الأخلاق اللهم أحسنت خلقنا فحسن خلقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلياً على النبي وسلم وقذ به حاجة كل مسلم يغفر الله لنا ولكم ترجمة نانسي قنقر